العملية التي استشهد على إثرها النقيب متناح محمد والتي تواصلت مكنت من محاصرة والتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة ويتعلق الأمر بكل من الإرهابية بالعقبان رشيدة المكنة عدي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003 الإرهابية زوابر حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 الإرهابية واربلال الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 والإرهابية خباز إبراهيم المكنة عبد الودود خلال هذه العملية تم أيضا استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف قنبلة يدوية وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصيلة مختلف العمليات المنفذة من قبل مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب والتي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو بالقضاء عليهم وتؤكد هذه النتائج المحققة مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واشتثاث هذه الظاهرة من بلادنا اشتركوا في القناة